بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثانية والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم نور على الدرب ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبال العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله ببركاته أول أسئلة هذه الحلقة من السائل ألف ميم من الرياض يقول سمعت أن من أحسن الوضوء فإنه يغفر الله له ذنوبه وبأن الخطايا تخرج مع قطرات الماء التي تخرج من أظافره فهل هذا صحيح؟ وما الطريقة الصحيحة الحسنة لإدراك هذا الأجل العظيم إن صح الحديث بذلك جزاكم الله خيراً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ثبت إلى حديث أن الوضوء فيه فضل عظيم وأن الخطايا تخرج من الأعضاء مع الماء أو مع آخر قطر الماء وذلك لأن الوضوء عبادة عظيمة طاعة لله سبحانه وتعالى ولأنه مقدمة للصلاة الشرط من شروط الصلاة وغيرها من العبادات التي يشرع لها الوضوء ويثبت هذا الأجر بالنية إذا نوى الإنسان بوضوءه هذا التقرب إلى الله والطاعة لله سبحانه وتعالى فإنه يكتب له الأجر لكن بشرط أن يسبغ الوضوء كما أمر الله سبحانه وتعالى بمعنى أن يتمه وأن يأتي به على الوجه المشروع فيثبت هذا الأجر بهذه الشرطين أولاً النية والاحتساب لهذا الأجر وثانياً أن يتوضى الوضوء الذي أمر الله تعالى به بأن يسبغه على الأعضاء بحيث لا يبقى شيء من الأعضاء لم يصل إليه الماء نعم أحسن الله إليكم السائل عين راء من الدمام يقول ذهبت لأحج فرضي وفي مزدلفة لم أتوضأ لصلاة الفجر إنما تيممت فقط لأني لم أجد مائي ولا مع أصحابي ماء تلك الساعة فتيممت وصليت فهل صلاتي صحيحة وحجي وماذا علي الآن؟ أفتوني جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم المعروف أن المزدلفة في السنين الأخيرة ولله الحمد قد توفر فيها الماء في جميع جهاتها وفرت فيها المياه بواسطة البزابيز المعدة لذلك دورات المياه الكثيرة والسيارات لا تخلوا من ماء فالماء المياه متوفرة في المزدلفة فلا وجه لتيمم لأن الماء موجود لكن يحتاج إلى بحث وإلى سؤال فعلى كل حال الواجب عليك إعادة هذه الصلاة لأنك تيممت والماء موجود قريباً منك هنا أو هناك نعم ويسأل أيضاً عن حجه نعم يقول ما حكم صلاته وحجه نعم كلام على الصلاة أما الحج فهو صحيح إن شاء الله مدام أنه أدى مناسك الحج فحجه صحيح لكن الصلاة يعيدها نعم السائل عين راء يقول ما حكم الكتابة في المصحف على جانب من السورة أو على جانب من السورة مثل كتابة اسم المدرسة أو الطالب أو إشارة الحفظ من آية كذا إلى آية كذا أو ممتاز أو الإشارة على رقم الآية المطلوبة ونحو ذلك جزاكم الله خيراً لا يجوز الكتابة في المصاحف لا على ظهور المصاحف ولا على هوامشها والواجب احترام المصحف وعدم كتابة أي شيء عليه لكان السلف يكرهون كتابة الأعشار وما أشبه ذلك ويرون أن يجرد كلام الله جل وعلا فلا يكتب معه كلام غيره فالكتابة للمصاحف على هذا النمط الذي ذكره السائل ألا يكون من العبث ومن تلويث المصحف وعدم احترامه وقد يكتب كلام غير طيب أو مزح من مزح بعض الطلاب أو ما أشبه ذلك فالواجب صيانة المصاحف عن مثل هذه الأمور نعم أحيانا فضيلة الشيخ نرى مطبوعة يكتب فيها كيفية سجود التلاوة والدعاء الوالد وربما تلزق بغلاف المصحف من الداخل أو الظاهر لا يكتب في المصاحف أي شيء ولا يلزق فيها أي شيء وإنما تبقى مجرده ليس فيها إلا كلام الله سبحانه وتعالى نعم جزاك الله خيره السائل عين عين ميم يقول ما معنى الصبر المطلوب من المسلم عند نزول المصيبة به ويقول أعلم أن للابتلاء فوائد أرجو أن توضح لي مثالا على ذلك جزاكم الله خيره معنى الصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح على لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من أمور الجاهلية وأن يرضى الإنسان لقضاء الله وقدره ويسلم ويحتسب الأجر والثواب هذا هو معنى الصبر على المصائب نعم جزاكم الله خيره سائل من المدينة النبوية رمز إلى اسمه بالحروف سين عين يقول هل صحيح أن أي حلم أو رؤية فسرت سواء كانت جميلة أو قبيحة تقع حقيقة إذا فسرت فقط وإذا لم تفسر لم تقع وهل يجوز أن يفسرها الرأي وهو لا يعرف أن يفسر الرؤية أمرها عجيب ويجب أن من رأى رؤية يكرهها أن لا يحدث بها أحدا وأن ينقلب من الجنب الذي كان نائما عليه للجنب الآخر وأن يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره بإذن الله وإما إن كانت رؤية طيبة ومفرحة لا بأسا أن يحدث بها من يثق به من إخوانه يبدو لي أن السائل يريد فقرة الشيخ ما يذكر من قولهم أن الرؤية على جناح طائر فإنما فسرت أو حيث ما فسرت وقعت أو كيف ما فسرت وقعت فإن كان يجد هذا من بيان هو المعروف أنه لا يحدث بها أحدا أن من تعاليم الرؤية إذا كانت مما يكره الإنسان من التعاليم في ذلك أنه لا يحدث بها أحدا ولا يذكرها نعم وما قولهم إنها تقع كيف ما فسرت فإن سائل لا أعلمني ذلك أصلا نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول أردت أن أصلي العصر في البر فكيف يمكن لي معرفة القبلة وماذا علي في ذلك جزاكم الله خيرا عليك بالاستدلال على القبلة بالعلامات يعني الشمس أو القمر والنجوم كلها تدل على اتجاه القبلة تسأل أيضا من حولك إن كان حولك أحد تسأله عن القبلة الحاصل أنك تبذل مجهودك في معرفة أدلة القبلة في الشمس والقمر والنجوم وسؤال أهل الخبرة الذين يعرفون القبلة وإذا لم يكن عندك شيء من هذه الأمور التي تعرف بها القبلة واجتهت حسب استطاعتك وصليت فإن صلاتك صحيحة ولو تبين بعد ذلك أنك إلى غير القبلة مداما اجتهت بدلت الوسع تحريت وصليت ولم يكن عندك أحد يدلك على القبلة أو علامات بينة فإن صلاتك صحيحة والحمد لله نعم جزاكم الله خيرا السائل ميم زاي من جيزان يقول ما حقيقة المحبة في الله أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله لا تحبه من أجل طمع الدنيا وإنما تحبه لله عز وجل لأنه عبد لله عز وجل لأنه عبد صالح فتحبه من أجل الله من أجل أن الله يحبه وقد جاء في الحديث ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذر الله منه كما يكره أن يقذف في النار فالمحبة في الله هي المحبة الخالصة التي ليس فيها طمع دنيوي أو مقصد من مقاصد الدنيا وإنما تحبه لأجل دينه ولأجل علمه وطاعته لله سبحانه وتعالى نعم السائل السين عين من القصيم تقول أصبت جنابة فلما أردت الغسلة رأيت الدورة الشهرية نزلت علي فلم أغتسل ومكثت على هذه الحالة حتى طهرت من الحيظ فأغتسلت وتطهرت من الحيظ بنية الغسلة من الجنابة أيضا ثم صليت وأديت الفرائض وبعض الطاعات فهل عمل هذا صحيح؟ أفتوني جزاكم الله خيرا نعم هذا العمل صحيح إذا كان على المرأة جنابة ثم أصابها الحيظ ولما انقطع دمها اغتسلت عن الحدثين الجنابة والحيظ فإن هذا يكفي وهو عمل صحيح وتتم طهرتها بذلك الحمد لله السائل شين كاف من المكيرية يقول هل يجوز الجمع بين الصلوات كصلاة الظهر والعصر معا في العصر وأيضا المغرب والعشاء دون سبب؟ لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر لعذر شرعي كالمرض مريض الذي يلحقه مشقة إذا صلى كل صلاة في وقتها يباح له الجمع كذلك المسافر أيضا يباح له الجمع بين الصلاتين تقديما أو تاخيرا وكذلك في حالة المطر يجمع بين المغرب والعشاء في حالة وجود المطر أو الوحل الذي يشق على الناس في الذهاب للمسجد فلهم أن يجمع بين المغرب والعشاء هذه الأحوال التي يجوز فيها الجمع ولا يجوز الجمع في غيرها إلا لعذر شرعي وذلك لأن الله فرض كل صلاة في وقتها قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في مواقيت معينة لكل صلاة لا يجوز إخراجها عن هذا الوقت إلا لعذر شرعي يبيح الجمع نعم أحسن الله إليكم السائلة عين عين من الرياض تقول أسقطت الحملة وأنا في الشهد الثالث وكان الجنين به خلق من حبل سري صغير منفصل من المشيمة وله أيدي وعصابع صغيرة جدا وعين لم تكتمل فهل علي صلاة وصيام أم لا أم أكون في حكم النفساء مع العلم أني مكثت أسبوعا ثم طهرت أفتوني معجوري نعم إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان فإنها تكون نفساء إذا نزل عليها دم بعده تكون نفساء إلى أربعين يوم وإن انقطع الدم قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي نعم السائل ميم عين من القريات يقول أرجو منكم توضيحا مبسطا عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة جزاكم الله خيرا حقوق الزوج وحقوق الزوجة حقوق كثيرة وهي ما يجب على أحدهما للآخر بسبب الزوجية من حقوق المرأة على زوجها الإنفاق عليها وإسكانها بالسكن المناسب وكسوتها الصيف والشتاء والمبيت عندها ومعاشرة بالمعروف كما قال تعالى وعاشرهن بالمعروف ومن حقوق الزوج على زوجته طاعته بالمعروف وإذا دعاها لحاجته فإنها تجيب ولا تمتنع وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه هذا من حقوق الزوج على زوجته السائل صاد عبدالله من الرياض يقول نرى بعض الناس في مكة شرفها الله وخصوصا في وقت الطواف والسعي يقرؤون ويدعون الله سبحانه من كتب صغيرة يقرؤون فيها قراءة تجعلهم يعطلون سير الناس في المسحى والمطاعف فهل ذاك جائز لهم؟ وهل من توجيه؟ جزلكم الله خيرا الذي ينبغي للطائف أن يدعو بما تيسر له ولا يقتصر على ما كتب بهذه الكتيبات الصغيرة ويظن أن هذا هو المطلوب وأنه أمر واجب فعليه أن يتحرى من الدعاء ما تيسر له وإذا استصحب معه كتيبا مكتوب فيه أدعية صحيحة مما ورد به الشرع فلا بس به بذلك لكن لا يرفع صوته ويشوش على الآخرين ومن باب أولى لا يجوز الدعاء الجماعي لأن يدعو واحد والآخرون يرددون معه لأن هذا يخالف الوجه المشروع في الدعاء ويحول الدعاء إلى ما يشبه الأناشيد وأيضا المتابع يقول كلاما وهو لا يعرف معناه وإنما يردده خلف هذا الداعي فالواجب أن كل إنسان يدعو يعني المشروع والمستحب أن كل إنسان يدعو لنفسه بما يتيسر من غير رفع صوت ومن غير إزعاج للطائفين ومن غير حبس للمشي في الطواف هذه التكتلات بينها هذه الجماعات كل هذا من الإخلال بآداب الطواف وآداب العبادة هذا الطواف وحده عبادة لو طاف ولم يدعو دعوة واحدة هو المطلوب الطواف هو العبادة والدعاء مستحب فيه مستحب فيه فلو طاف ولم يدعو فطوافه صحيح أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم السائل لام لام من الرياض له سؤالان يقول في أولهما ما حكم بيع الوقف إذا تعطلت منبعته الوقف العصل أنه لا يجوز بيعه ما دام أنه ينتفع به فإذا تعطلت منافعه فإنها تراجع المحكمة الشرعية لتنظر لذلك تعمل الأصلح في هذا الوقف سؤال الثاني ذكر فيه بعض الآيات من القرآن الكريم يقول أرجو تفسيرها الأولى قول الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون هذه الآية في صفات المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكهر سأل الله العافية من صفاتهم أن من رأى أنهم أصحاب مظاهر أنهم أصحاب مظاهر وأجسام كبيرة قد يكون فيهم جمال أو وسامة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقول تسمع لقولهم كذلك من صفاتهم أنهم أصحاب فصاحة وأصحاب بلاغة إذا تكلم الواحد منهم يجذب السامعين وذلك من تمام الابتلاء والامتحان الصفات الثالثة كأنهم خشب مسندة يعني ليس فيهم نفع أن الخشب إذا كانت مسندة لا نفع فيها ولا فائدة منها فهم لا فائدة منهم لا من كلامهم الفصيح ولا من أجسامهم الجميلة كأنهم خشب مسندة لا فائدة فيها يحسبون كل صيحة عليهم هذه الصفة الرابعة أن عندهم من الخوف والقلق ما يزعجهم عند كل مناسبة يظنون أنهم تفطن لهم وأنهم طلبوا العدالة لأنهم يعرفون قبيح أفعالهم وما يضمرون فإذا سمعوا صوتا مزعجا ظنوا أنه يعنيهم وأنهم قد تفطن لهم وأنهم مهددون بالهجوم عليهم وذلك لما في قلوبهم من الخوف والقلق بسوء أفعالهم واعتقادهم والبياذ بالله الصفة الخامسة قال الله جل وعلاهم العدو وحصر العداوة فيهم يخالطون المسلمين ويخدعون المسلمين بحكم أنهم يظهرون الإسلام وهم أعداء للإسلام والمسلمين فعداوتهم شديدة أشد من عداوة الكفار الخلص المجاهرين بكفرهم لأن الكفار الخلص يأخذ الحذر منهم ويعلم أنهم أعداء وأما هؤلاء فلا يدرى أنهم أعداء بل يظن أنهم من المسلمين وهم في الحقيقة يكيدون للإسلام والمسلمين من طرف خفي والعياذ بالله لذلك حذر الله منهم قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله يعني لعنهم الله أنا يؤفكون أي كيف يصرفون عن الحق بعدما تبين لهم وعرفوه كيف يتركونه من الباطل تزاكم الله خيرا الآية الأخرى قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فسر العلماء ذلك بالموتتين أنهم كانوا يوم كانوا نطف كانوا أموت فأحياهم الله بنفخ الروح فيهم كيف تكفرون بالله وكنتم أموتا فأحياكم والموتها الثانية هالموتها بالأجل إذا حضر هالأجل بعد نفادي العمر قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين عرفنا الموتتين والإحياءتين أيضا الإحياء من النطف والإحياء من القبور إذا بعثهم الله سبحانه وتعالى الآية الثالثة قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم يقول هل في هذا حكم ما معنى هذه الآية وهل الحكم فيها موجه للنساء أيضا للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون الإله والحلف إذا حلف الرجل على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر هذا هو الإله والحكم أنه يجب عليها أن يكفر عن يمينه وأن يرجع إلى زوجته نعم نعم فإن مضت أربعة أشهر ولم يكفر عن يمينه فإن طالبت المرأة فإن الحاكم يستدعيه ويقول له إما أن تفي تكفر عن يمينك وترجع إلى زوجتك وإما أن تطلق فإن أبا طلق عليه هذا معنى قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أي انتظار أربعة أشهر فإن فاءوا يعني رجعوا وكفروا عن ألمانهم كفارة اليمين كفارة اليمين نعم ووطعوا زوجاتهم فهذا هو المطلوب فإن فاءوا فإن الله غفور الرحيم وإن عزموا الطلاق يعني لم يرجعوا وأبوا فلافذ من الطلاق إما أن يطلق وإما أن يطلق عليه الحاكم نفع للضرر عن الزوجة نعم الآية الأخيرة يقول هي قوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشة فنقبوا في البلاد هل من محيس نذكر الله سبحانه وتعالى أنه أهلك قرون الكفرة قبل قريش الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى أنه سيحل بهم ما حل بالقرون الماضية والقرن هو الجيل من الناس قد أهلك الله عادا وثمودا قوم نوح عادا وثمودا وفرعون وقوم إبراهيم والمتفكات هؤلاء أهلكهم الله بكفرهم فهل ينتظر كفار قريش إلا ما حل بهؤلاء من قبلهم إذا لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى كما أهلكنا من قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشة لا شك أن عادا وثمود والأمم الماضية أشد قوة من قريش ومع هذا أهلكهم الله عز وجل فهو قادر على أن يهلك غيرهم من باب أولى فهذا فيه التهديد لكل كافر عنيد لأنه إن لم يتوب إلى الله عز وجل فإنه معرض للعقوبة العاجلة كما حل بالأمم السابقة نعم أحسن الله إليكم السائل أميم عين من الدمام تقول إن الدين الإسلامي يحث على العلم وطلب المعرفة فهل العلم موجه للرجل فقط أم للرجل والمرأة وإن كان للرجل والمرأة فكيف ينطبق ذلك على المرأة فتتعلم وتنشر العلم الذي تعلمته وهي قارة في منزلها وأيضا في قطيعة الرحم آثام لا تخفى كقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم والمرأة تدخل في الأمر بالصلة بالرحم فكيف ينطبق يقوم لها الصلة مع استقرارها في منزلها وهل تذهب تصل رحمها ولو كانت غير قادرة وإذا كانت لم تستطع لأن زوجها حبسها في المنزل فهل تكفي المكالمة أفتونا في هذه الأمور جزاكم الله خيرا أما عن المسألة الأولى وهي تعلم العلم النافع فهو مطلوب من الرجل ومن المرأة كل منهم يتعلم ما يستطيع من العلم النافع ولا سيما العلم الذي لا يستقيم دينه إلا به من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه لا بد يتعلم المسلم ما يعرف به أداء هذه العبادات العظيمة على الوجه المشروع هذا قدر لا بد من تعلمه في حق الجنسين الذكور والإناث وما زاد عن ذلك فهو بحسب استطاعة الإنسان على كل حال فالمرأة مطلوب منها أن تتعلم كما يطلب من الرجل أن يتعلم ولكنها تتعلم في حدود ما تستطيع وفي حدود ما يبقي على كرامتها وصيانتها وأما عن السؤال الثاني فإنها تصل رحمها حسب الاستطاع حسب ما تستطيع قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا السائل العين من من الرياض يقول هل إخوة نبي الله يوسف عليه السلام أنبياء وهل يجوز القول فيهم إنهم حساد أو نحو ذلك نعم إخوة يوسف عليه السلام أنبياء ولا يجوز الكلام فيهم بما ينقص قدرهم والواجب الكف عن عن الكلام فيهم ويكتبى من قراءة السورة العظيمة في قصتهم وفي آخرها أنهم تابوا إلى الله وأن يوسف عليه السلام استغفر لهم وسمح لهم وأن أباهم يعقوب أيضا قال سوف أستغفر لكم ربي وأنهم ندموا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى نعم تزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجلة الدائمة للإفتاع شكر الله لفضيلته وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع ونحن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب وفي ختام القائنة هذه تحية من زميلي في أندسة الصوت